السلام عليكم عزيزات الطالبات تعالين معي نتعرف على الفعل الصحيح والفعل المعتل الفعل الصحيح هو ما خلت حروفه الأصلية من حروف العلة الا وهي الالف والو واليا والفعل المعتل هو كل فعل وجد في حروفه الأصلية واحدا من حروف العلة الا وهي الالف والو واليا ومجموعة حروف العلة في كلمات Y ينقسم الفعل الصحيح إلى السالم والمهموز والمضحف لنتعرف على الفعل السالم وهو الفعل الصحيح الذي خلت حروفه من الهمزة والتضعيف أي مثال ذهب درس شرب لعب كتب فهم خرج نلاحظ أن هذه الأفعال كلها قد خلت من حرف الهمزة والحرف المضعف أي أن جميع حروفه حروف صحيحة ثانيا الفعل المهموز وهو الذي يشمل على حرف الهمزة من ضمن حروفه الأصلية وهي تكون في أوله مثل أكل أخذ أمر أسر أي جاء الحرف المهموز في بداية الكلمة وكذلك يأتي في وسطه مثل سأل داب سائمة فجاءت الحرف المهموز الهمزة جاء في وسط الكلمة وكذلك يأتي في آخره مثل قرأة نشأة وبدأة كما لاحظتنا أن حرف الهمزة جاء في نهاية الفعل ثالثا نأتي إلى الفعل المضعف وهو الفعل الذي تحتوي أصوله على حرفين من جنس واحد وهو المضعف هو ما كان حرفيه الثاني والثالث من جنس واحد مثل سدة ومدة هدة شدة عدة ردة أي أن الحرفان متشابهان ألا وهو حرف الدال نأتي إلى أقسام الفعل المعتل الفعل المعتل هو ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة وحروفه العلة هي الألف كما ذكرنا سابقا والوا واليا قد جمعناها بكلمة واي ينقسم الفعل المعتل إلى خمسة أنواع المعتل المثال ما كان أوله حرف علة أي يأتي حرف علة في بداية الفعل مثل وقفة وعدة وجدة يبسة لاحظنا أن حرف الواو وهو حرف علة جاء في بداية الفعل كما في المثال وقف حرف الواو في وعدة في بداية الفعل نأتي إلى النوع الثاني وهو معتل أجوف ما كان وسطه حرف علة أي أن حرف العلة يأتي في وسط الفعل مثل قالة لاحظنا أن الألف هي حرف العلة جاءت في وسط الفعل وصاما كذلك الألف جاءت في وسط الفعل وقيل أليا حرف العلة جاء في وسط الفعل وناما جاء الألف في وسط الفعل النوع الثالث وهو معتل ناقص ما كان آخره حرف علة أي أن حرف العلة يأتي في آخر الفعل مشى الألف جاءت في آخر الفعل قضى دعا سواء كانت ألف مقصورة أو ألف قائمة فهي حرف علة نأتي إلى النوع الرابع وهو لفيه مفروق أي اجتماع حرف علة مع وجود حرف صحيح بينهما أي أن الحرف الصحيح يفصل بين حرفي العلة مثل وقى ووعى وقى نلاحظ أن القاف هو حرف صحيح قد وقع بين حرف العلة الواو واليا وكذلك العين وهو حرف صحيح قد وقع بين الواو واليا نأتي إلى الفعل الخامس وهو لفيه مقرون أي أنه اجتماع حرف علة دون وجود حرف صحيح بينهم أي أن حرفي العلة يأتيان في آخر الفعل مثل كوا نلاحظ أن حرف الواو واليا جاء في آخر الفعل روا و لوة ترجمة نانسي قنقر